موسيقى انطلقت صباح اليوم الأحد مواكب نسائية جابت العاصمة الخرطوم احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ورددت المتظاهرات هتافات ضد حكومة قحت مع مطالبات بإنقاذ الوضع الاقتصادي وطالبت المتظاهرات بعدم رفع الدعم ورفض تمكين ما وصفنها بالشلاليات الحزبية يذكر أن هذه المظاهرات ليست الأولى من نوعها بل شهدت الخرطوم عددا من الولايات مظاهرات مماثلة تزايدت في الآونة الأخيرة وتطالب كلها بتحسين الوضع الاقتصادي وتغيير حكومة قحت نسبة لفشلها في إدارة أزمات البلاد حسب وجهات نظر المتظاهرين ألقت السلطات الأمنية السودانية القبض على معمر موسى رئيس الحراك الشعبي الموحد وأظهرت مقاطع فيديو لحظة تصدي أفراد شرطة مكافحة الشغب لعدد من شباب حشد أثناء محاولة فض مظاهرات نسائية ضد حكومة قحت ليتم إلقاء القبض على عدد من المحتجين على رأسهم رئيس الحراك الشعبي المتحد حشد معمر موسى موفق بابكر وحسن السر وعدد من النساء اللاء خرجنا في الموكب في وقت أغلق الجيش كل الشوارع المؤدية للقيادة العامة ويأتي هذا الاعتقال ليتوافق مع مطالبات تجمع المهنيين بالحسم مع المتظاهرين ضد حكومة قحت وبما يخالف شعارات الثورة الأساسية حرية سلام وعدالة ورغم إكمال جميع المتطلبات القانونية للإفراج عن معمر موسى وبقية المعتقلين ما طلت السرطات لساعات قبل أن تطلق سراحه بعد ضغوطات كبيرة وإعلان تصعيد ثوري تجاه الحكومة أصدر الحراك الشعبي الموحد حشد بياناً بعد اعتقال بعض قياداته ونشطائه اليوم الأحد وقال الحراك في بيانه إن مواكبه ظلت تطوف شوارع السودان بكل سلمية واحترام بعيدة من أي أعمال تخريبية وندد الحراك في بيانه بالاعتداء الذي تعرض له موكب المسيرة النسائية واعتقال النشطاء والمتظاهرين مؤكداً مواصلته لنضاله السلمي الرامي إلى إسقاط الحكومة الحالية والانتقال الحقيقي نحو واقع يؤسس على الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان مضيفاً أن دواعي هذه المواكب لا زالت مهمة وضرورية وعاجلة وذلك لخطورة المنحدر الذي تنزلق به البلاد بفعل سياسات حكومة قحت أعلنت تنسيقية الإدارة الأهلية عزمها التحالف مع القوى السياسية المناهضة لقحت من أجل إسقاط النظام الحالي وقالت التنسيقية في بيان لها إن حكومة قحت تصادر حريات الشعب السوداني وتبطش به إضافة لإدخالها البلد في أزمات اقتصادية خانقة وناشد رجالة الإدارة الأهلية كافة منسوبيهم للمشاركة في إسقاط النظام بشتى الوسائل السلمية كشف عضو بحزب المؤتمر السوداني لصحيفة متاريس عن خلافات كبيرة بين مكونات الائتلاف الحاكم وقال عضو الحزب إن أطرافا في المكون العسكري على رأسهم عبد الفتاح البرهان وياسر العطى يعملون على عرقلة أهداف الثورة مؤكدا أن اجتماعا عاصفا قد عقد قبل أسبوع تم الاتفاق فيه على مصفوفة بإبعاد المكون العسكري من مفاوضات السلام على خلفية الأنباء التي تتحدث عن خلافات بين مكونات الحكم أعلن أمس عن خطاب هام يجمع مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين بالإضافة لقوى الحرية والتغيير جاء البيان مخيبا للآمال حيث خلا من أي جديد فيما يتعلق بالأزمات التي يشهدها البلاد مع كثير من العبارات العامة بسم الله الرحمن الرحيم جماهير شعبنا الأبي البطل في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الثلاثين من يونيو وإجبار رئيسه على التنحي اجتمعت قيادات مكونات السلطة الانتقالية المجلس السيادي مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير لتقف على مسار الصورة بعد عام من انتصارها المجيد حيى الاجتماع لضالات الشعب السوداني ومقاومته الباسلة وحيى شهداء صورة السودانية مؤكدا عزم مكونات السلطة الانتقالية لاستكمال المسير لتحقيق سودان الحرية والسلام والعدالة الذي يستشهدوا في سبيلي ناقش الاجتماع بكل شفافية وتجرد ما تحقق خلال الفترة الماضية وما لم ينجز من مهام الصورة واتفقت الأطراف الثلاث على ضرورة تعزيز الثقة بين مكونات السلطة الانتقالية وعملها بشكل جماعي من أجل استكمال مهام الصورة وقف الاجتماع على الأزمات التي تضرب بالبلاد والمهددات التي تواجهها أمنية واقتصادية وصحية وسياسية وتناولتها بالتشريح والتحليل وخرج الاجتماع بصياغة وإجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة فصلت المسؤوليات ووضعت المواقيد لتنفيذ مهام عاجلة في سبع سبعة محاور هي الشراكة والسلام والأزمة الاقتصادية وتفكيك التمكين وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والعدالة والعلاقات الخارجية خرج الاجتماع بقرارات مهمة للإسراع باستكمال بناء حياة للسلطة الانتقالية وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل مع الأزمة المعيشية ومواجهة فلول النظام البائد والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء الكورونا كما حدد الاجتماع آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة ومراقبتها وتقييمها وضمان إنفاذ المهام العاجلة والتي تعثرت من أجل المرحلة الانتقالية هكذا جاء البيان وليس من جديد سوى مصفوفة مهام المرحلة الانتقالية التي وصفت بالملزمة دون إعطاء تفاصيل عنها لحظات وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تلك المصفوفة وما لبثت أن سارعت لجنة تشكيل مهام المرحلة الانتقالية العاجلة إلى تعديل تواريخ مصفوفة المهام بعد حالة من الارتباك إثر ظهور المصفوفة بتواريخ قديمة تشيب أنه لم يلتزم أحد بتنفيذها ويرى مراقبون أن الارتباك في نشر مصفوفتين يمثل السمرارا للنهج السابق حيث انتشرت عدة نماذج للاتفاق بين المكون العسكري وقحت ثم بعد ذلك نشرت أكثر من نسخة للوثيقة الدستورية والآن جاءت هذه المصفوفة بنسختين أيضا وعز المراقبون ذلك إلى وجود اتفاقات سرية يغطى عليها بتعدد النسخ والنماذج كشفت التقارير الوبائية عن شفاء حالتين من مصاب كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الصحة اليوم الأحد كما أكد التقارير عدم تسجيل حالات جديدة للإصابة اليوم ليظل الرقم هو المسجل من أمس تسعة عشر حالة متضمنة حالتي الوفاة مع تسجيل ثمانية وعشرين حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا حتى يوم أمس السبت مائتين وسبعين حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد هاجمت أسر المعتقلين السياسيين الإجراءات التعصفية طالب خبراء ومختصون وباحثون بضرورة إغلاق الخرطوم ومنع الدخول إليها والخروج منها لمنع انتشار فيروس كورونا بالولايات ولمكافحة المرض الوبائي فيما اعتبر معتمد الخرطوم اللواء معاش الطاهر عبدالله في سياق تحقيق لصحيفة الصيحة إن إغلاق الخرطوم مسألة في غاية الأهمية لمحاصرة المرض ونوها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت في خطأ جسيم بعدم إغلاق نيويورك مما أدى لانتشار الوباء فيها من جانبه ذكر المختص في شؤون السكان والهجرة الدكتور إبراهيم الكناني أنه يمكن إغلاق الخرطوم من المداخل ومن أطرافها بوجود الجيش والدعم السريع للحد من التسلل إليها يذكر أن كل هذه الإجراءات تتم في ظل ظروف اقتصادية صعبة وعدم تقديم الحكومة لحلول تراعي أحوال الطبقة الفقيرة والمتوسطة والمعتمدين على الدخل اليومي وهم الأكثر تضرراً من قرارات الإغلاق الكامل قال وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم أن استراتيجية مواجهة فيروس كورونا الجديد في السودان ستستمر إلى غاية شهر يونيو المقبل مما يستدعي الحاجة إلى 120 مليون دولار من أجل توفير كافة الاحتياجات اللازمة وقال التوم إن المبلغ سيغطي أدوات الوقاية للعاملين في المرافق الصحية وتأهيل المرافق الطبية واستجلاب أجهزة متطورة للمختبرات العلمية يذكر أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة بأنها تمر بضائقة مالية كبيرة الأمر الذي قد يجعل توفير مثل هذه المبالغ أمراً بالغ الصعوبة انتهت أمس السبت فترة الحجر الصحي لباخرة تحمل جنوداً قادمين من اليمن كانت محجورة خارج المياه الإقليمية السودانية وأكدت مصادر إعلامية أن السلطات المحلية قد سمحت للباخرة الرسوة في بورت سودان بعد إعادة فحص جميع الموجودين عليها دون تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس بين الجنود السودانيين اقتحم مجهولون في النير الأزرق مبناً تابعاً لوزارة الري ونهبوا ممتلكاته قبل أن يشعلوا حريقاً داخله وقالت مصادر إعلامية إن مكتب الهيدرولوجي قد تعرض لاعتداء قبل أيام من مواطنين احتجوا على اختيار المكتب مكاناً للحجر الصحي وتعكف وزارة الري حالياً على حصر الأضرار التي تعرض لها معمل الطمي وجودة المياه بمكتب الهيدرولوجي كشف رئيس لجنة التسير لغرفة الباصات السفرية سمير عرش الدين عن خسائر مليارية تعرض لها أصحاب شركة النقل جراء قرار منع سفر الباصات للولايات ودخوله الأسبوع الثالث وقال عرش الدين إن عدد الباصات السفرية يعادل مئتي باص سياحية وأن مقابل كل باص عدد أربعة أشخاص من سائقين ومضيفين مشيراً إلى أن حجم الضرر يطال نحو 12 ألف أسرة وناشد عرش الدين متخذي القرار بأن يحذو حذو الدول المجاورة وهو تأجيل المديونيات لشركات النقل لمدة ستة أشهر إضافة لتمويلات طويلة الأجل للمعسرين لمجابهة فترة منع السفر وطالب الجهات المختصة بمعالجة فورية لأصحاب الشركات بتأجيل مديونياتها حتى تتمكن من توفيق أوضاع العمال والموظفين مؤكداً أن قطاع الباصات يمثل الناقل الوطني للدولة لذلك يجب المحافظة عليه أكدت الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية مناهضتها لقرارات لجنة إزالة التمكين التي قضت بحل وإلغاء المنظمة ومصادرة ممتلكاتها وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن أسفها للقرار مؤكدة تحميل لجنة إزالة التمكين المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تلحق بأصولها وممتلكاتها مع الاحتفاظ بحقها القانوني في المقاضة ذكر موقع ميدل إست آي أن مجموعة من المعارضين المصريين كان قد ألقي القبض عليهم من قبل السلطات السودانية يواجهون الآن خطر ترحيلهم إلى مصر وأضاف الموقع أنه وفقاً لمصادر لم يسمها قامت السلطات السودانية باعتقال وتعذيب تسعة مصريين على الأقل ممن يعارضون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مما يؤكد على دفء العلاقات بين الحكومتين المدعومتين عسكرياً وقال محام سوداني على الطلاع وثيق بعمليات الاعتقال أن المصريين التسعة يواجهون خطر الترحيل إلى مصر وأضاف المحامي السوداني الذي أصر على عدم كشف هويته إن المعتقالين حرموا الاتصال بمحامين ومن الزيارات العائلية ومن الطعام والأدوية من ذويهم بحجة منع انتشار فيروس كورونا توفي اليوم الأحد فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني والعضو المؤسس لتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير عن عمر يناهز سبعة وثمانين عاماً وقد وري جثمانه بمقابر البكري بأم درمان اشتركوا في القناة